اشتركوا في القناة ابدا هالمرة كبيرة اذا حطينا هالزلمة بالسجن منكون احنا اثبتنا انه القانون والعدالة اكيد فوق الجميع ورح يبلش الخوف بالتنظيم واكيد رح يتفككوا والمواطن بقول القانون فوق الجميع ومعد في حدا بيفكر يتجاوزه وبيحس بالامان وانه الشعب يوصل لهي المعنويات انا برأي اهم بكتير من انه تريح حالك بهيك جريمة عم تفهم سيدي تركني قطع راس الحي بايدي ومعليش يفوت ع السجن بترتاح مني وانا بكون كمان ريحت قلبي لا ما بيصير بعرف انك معصب بس انا متأكد رح تخليني اخذ الزلمة من هون غيس بعدين رح نشوفه وهو رايح السجن لانه الوسائق اللي طلعت عند المدعي سوحة بتخليه قضي باية حياته كله بالسجن صحيح هذا الحاكي ما في اسهل منه وكنت دايما دوعدني بس ولا مرة اتحقق الوعد يا سيدي انا عملت كل شي بيطلع بيدي وهلأ كمان هذا الزلمة بده يتحاكم وصدقني رح يفوت ع السجن غيس موسيقى موسيقى خلص ما رح تندم ان شاء الله بس ان شاء الله انا ما ارجع اقول يا ريتني ما سمعت كلامك كلامة ضابط نجيب واندم اقول ليش ما قتلت اللي قتل ابي لما كانت الفرصة بين ايديه رح تقول انه منيح اللي سمعت كلامي هالمرة كلياتنا زالنا من شان ابوك عن جد هو كان وطني ومن كل قلبه واذا انت حابب انك تفيده بشي وتخليه يرتاح اسمع كلامي ماشي ممدوح دعوا اخذوا هالحقير وانا رايح معكم سيدي دعوا اذا لازم الامر بشهد بالمحكمة كيف بيصير هيك شي؟ بيصير ونص حضرة المدعي بيصير ونص بصراحة كلا ياتنا مبسوطين لانه انحط حد لاعتقالاتك العشوائية وهذا بفضل الحقوقيين الشرفاء اللي بالبلد عن قريب رح يبين معنا كل شي ومين الاطراف اللي كنت تشتغل صالحة وانا هلأ مكلف بالتحقيق يا زكي يحيا بيك الشغلة خالصة خضر اغلو رح نحتفل ونشرب شمبانيا بصراحة انا ما اتفجأت مع الاسف في فرق بين العدالة اللي درسناها بكلية الحقوق والعدالة بالواقع وانتو حابين تخربوا الشغل علي انا من سنتين عم دير التحقيق بنفسي ويا مسهرت الليالي وتعرضت سيارتي للقواس وهاجمونا بالصواريخ ومع كلهاد جايين تنتهموني بهيك شغلات بس لو انا تركت كون هالشغلات ما كانت صارت انا رايح هلأ بس بعدكن ارجع وبقلكن لو تأخرت العدالة بحكمة اكيد الحق رح يظهر خير حضرة المدعي ما في شي يا شباب بعدوا شوي يلا من هون يلا حضرت الضابط نجيب اذا ممكن نحن من الصحافة فينا ناخد معلومات اذا ممكن حضرت الضابط ما عليش ممكن نقرب نسأله سواء يلا خلونا نسأله اذا لازم ناخد معلومات ضروري اذا بتريد هلأ سواء لو سمحت ممكن نعرف ملابقات بس سواء بس بدنا توضيح عن قضيك مهنيك من كل قلبي طلع شوف مين جبت لك سيد فيساغورس وضح اللي سبب اعتقالك ليه جابوك لهون يلا سيد فيساغورس سيد فيساغورس ممكن ناخد تصريح بس للصحافة بس تصريح سيدي مبروك يا شي ممكن نعرف مصر خير شو صاير شوفي باين عليكم مفرحان ابدا لك كيف بدي افرح ألاعيبهم وحيالهم ما بتخلص رح يجننوني ليه شو صار الدور علي اللي صار معك صار معي وقفوني عن شغلي شو هالحكي هاك كيف هيك لأنه طبعا إذا في قضاة بيحكموا برات الحق بصيروا نص عينوا بدالي مدعي عام جديد عن جد مصيبة كيف صار هيك انت اكيد الضابط نجيب انا المدعي العام الجديد كمال بيرقدار جيب المعتقلين لعندي لاخد اقوالهم انت وعتني سيدي ولتلي هالمرة غير كل مرة بس انا قلبي كان حاسسني انه راح ينفدو مصارت كتير حلوة واحد ايه والله ايه والله هي شجرة نجيب كمان خدي ماما يسلموا وهي شكلة تبع ابوكن وهي كمان تبعي حلوين وهلأ لازم نسقيهم ني هاي اسمها ماء الحياة خدي مع مهدولة امتى بدون يكبروا؟ اوه بده كتير قداش يعني؟ شي اربعين سنة بله عن جد؟ انا شو كان بدي بها الشغلة؟ اسمعها ابني اذا كل العالم بده تحكي متلك رح نخسر لانه نحن كل سنة عم نخسر الكتير من غاباتنا بالحرائق والدولة عملت حملة وطنية ضد الانحباس الحراري يلي صار عنا وطبعا الشجر هو يلي بيوفر لنا ياه وانا قلت لحالي لازم ندعم هاي الحملة وهدول ما زرعناهن هون مشاننا نحن زرعناهن هون مشان ولادكون متل نحن عمناكل الفواكي من هالشجرات يلي زرعولنا ياهن آباءنا وأجدادنا كمان ولادكون وأحفادكون أكيد رح ياكلوا من هدول الشجرات لابين ما يصير عندي ولاد بتكون نشفت شو رح استفيد اعطني فيه ما بتنشف شوف هدول نشفوشي الله أعلم كمان تلكبرو ما بصير تفكر هيك لأنه إذا كل واحد منا زرع بس شطلة واحدة وبعدين ولادك كمان رح يزرعوا وأكيد ولادك كمان شو بصير؟ ما بعرف قليلي انتي وقتا يا ابني بصير عنا غابة وإذا عملنا هين رح يصيروا بعد سنة مئة غابة فهمتلي يا فصعون؟ طبعا فهمت أمي مو على أساس بابا رح يجي طالما ما إجي أكيد في عنده شغل هذا أكيد بابا ابني الحلال عنا نذكره بيبان خد انترد ألو بابا مو كن جاي تزرع معنا الشطلات زرعونا الشطلات كمان هون بالله شو زرعتو مو نحنا بس غيرنا زرعو يا ابني زرعو شجرة تين كبيرة بوش القسم ايه والله حلوة كتير بكرة بتكبر ونصير ابناك كل تين وامي بتساوي لنا مربا انا رح اتخار قول لأمك لا تستناني على الغداء طيب ماشي بابا حضرت بيكهالس شاهين انت متهم بتأسيس تنظيم مسلح وامنت سلاح للمجرم المعروفة باسم الام انت بتعرفها شي؟ انا في ام واحدة بعرفها وهي الطبيعة الام زكريا الصغير عم يقولوا انك مساوي مقابلات كتير مع اكبر التنظيمات الارهابية انا زكريا الصغير مساوي مقابلات مع التنظيمات؟ سيدي انا بتأسف وانا بتأسف كتير كمان يعني انت بترفض التهم هلأ واحد مثلي بيحب وطنه وبيحافظ عليه معقول يتهموه هيك اتهام؟ الله يسامحك سيدي انا ما عندي بيقاموسي شي اسمه هيك تنظيمات ابدا ان شاء الله بياكلوا سم شو هالحالة هينجي يا رب الصغر من عندك انا ما عاد فيني اتعمل اللعبة واضحة انا رايح بيني طيب كتير حضرة المدعي خلينا ناخد فاصل عن جدة عبنا لازم ناكل حتى ما ينزل ضغطنا خلاص ولا يهمك يعني شو ظراف يسلموا كتير بيك هاس صح حوهرنا خضل طمني ان شاء الله غيس ما دايقك كتير فضلي كلي لو نجيب ما لحقني كان رح يحرقني خلاص بس نطلع من هون من لايه لشي حل كله وليهم كن صحتين شوها الكباب هان شي ضريف بالحقيقة هالجمع الحلوة بفضل سارة خانم ونحن مديونين الى كتير عالشي اللي عملته بالاول خلونا نطلع من هون وبعدين بتدفعوا الدين يمكن لسه لنا شغل بالمحكمة بخصوص المحكمة انا بهتم فيها القاضي اسمه جمال ميشي وممكن يعملنا مشاكل اكيد رح تتصرفي طبعا انا فكر زوره ببيته اذا بدك استعيني برجالي ممكن يفيدوك ماشي شكرا كتير تصبحوا على خير وانتي من اهله صحة وهنا على قلبك يا انسيم تفضلي تفضلي هلا معاك لك اعني انا مثل الاشدبر حتسلمته للضابط نجيب لو كنت حرقت وما كنا خلصنا بعدين بتقضي عمرك بالحبس يا حضرة الضابط مو هيك لكن منيح اللي ما عملته الا ما يوقع بين ايدينا اصلا بكرة وبعده بيطلعوا هننا اكيد مدبرين حالن واذا تدبروها مع القاضي ما بيستغرب ابدا القاضي مين هو يا ترى انا برأي احسن شي نحكي مع القاضي ونحاول نقنعه واذا ما اقتنع معناه معناها بيكونوا هالكلاب نفدوا هالمرة كمان طيب بتعرفوا مين القاضي؟ ممكن نعرف من صحبك لانه الزلمي بلش يتعاون مع الشرطة طب يلا شو مستنيين؟ خيري روح على المقر واستنان شو ضاربك العمى؟ ما تطلع الدعمك منيح؟ اوه اه بعتذر منك ما شفتك شوفي سابت هاي البنت كأني بعرفها من قبل هلا خلصنا امشي بعدين بتتذكر يلا مو قد هالشغلي والله نياله بالتحقيق وعم يسترحوا يوم رحوا على كيفهم ايه مو مثل عمات ضياب صندويش تفلافك ايه احسن ما تشبع مثلهم وروح موت من جوعك بيكون اشرفلك يا هاني يلا يلا كله ليش وقفتوا؟ معد فيني قمز لسه ماش فعنا نجيب تاع انا اجتهدك بيالكباب في كب دمية انت بتحبه سيدي الهون وبس رح اتصرف معهم هاني روح جيبه بسرعة لحظة صيادة الضابت تاعة يلا قيموها الاكل خير شوفي مين انت؟ حضرة المدعي كيف بتسمح بهالشغلات؟ هاي مخالفة للقانون جاي تعلمني؟ طلع لبرا طلع انا طالع ورح دفعك تمن هالشي نحن عم يتحقق معنا هون فاهمني وين المشكلة؟ الأكل صار زنب يعني؟ سيدي شوفتو كيف ضربوه خلص زكريا اهدى طلع لبرا سرعة خلص تع معي يلا ايدي خلص امشي يلا ايدي عم توجحني لا توخزنا حضرة المدعي بس الفريق متوتر كتير من الشغل اخ ايدي وهنا لما شافوكن عم تاكلوا هون بغرفة التحقيق تعجبوا من هالشي ايدي يا شماعة اهدى دخيلكم قبل شوي حكيت مع الدكتور بكرة بتطمن عالجرح وبعدين بنطلع من المستشفى منيح بنتي اصلا مليت من القعدة هون غيس مساء الخير مساء الخير غيس انت شو يلي جابك له سلامتك سوحبك درينا بقصتك ومو جايين لعندك ابنية سيئة بس بدنا نعرف كم شغلة منك شو ألقتوني الضابط نجيب ابض على فيسا غرس وعصابته رح يسلمون لا تفرحي رنا صار بعض التطورات السيئة المدعي العام زكي يحيا توقف عن الشغل ملا عن جاد مين وقفوا؟ مين يعني؟ الحقوقيين يلي بالمحكمة ووراهم في كمان زلم اسمه سامي أوجار ما باستغرب رح يعملوا المستحيل اللي يطالعوهم من جوه وسامي أوجار بيقدر ينفدهم حتى هو بياخد أوامر من عدنان العظيم عدنان العظيم؟ مين هات؟ لا تفكر فيه ما بتقدر توصله بس أنا بعرف شو عم يطبقوا طالما هنه نوقف وزكي يحيا عن الشغل بيكونوا جابوا حدا بداله وهذا المدعي أكيد بيكون معهم ورح يحرك القضية لصالحهم وساعة الملف تبعهم رح يفضل من يلي فيه آه يعني بيقدر يطلق صراحهم هيك بالضبط هلا الشغلة عند القاضي بدنا نعرف لأنه محكمة وعند أي قاضي رح يتحاكموا لأنه بعرف هنه رح يضبطوا كل شي طيب والدلائل يلي ضدون؟ رانا قديش لتلي الدام هيك عالم الدلائل ما لها أهمية أبدا شو هالبلد ما عاد فهمنا شي للأسف بالقضاء صار الواحد بيقدر يعمل كل شي ليخلص حاله عن طريق استغلال النفوس الضعيفة بيصير كل شي وما في داعي تفكروا بالقصة كتير يعني متل حالتي ايه شو رح نساوي هلأ؟ رح نتفرج عليه والوقات يطلعوا؟ والله أنا ما عم قدر صدق صحيح صحيح عرفتوا إمتى هنه رح ينعرضوا على المحكمة؟ على أغلب بكرة طيب عرفتوا شي عند النقادي؟ لا ما بنعرف بس لازم نعرف عطوني التليفون لشوف اه اتفضل بابا يسلم اتفضل استاذ المحامية سارة سايهان هون وقال بدأ تقابلك بهالوقت؟ شو بدا؟ ماشي فوتيا حاضر تفضلي ماشي صرت عند جمال بيك نحن أكيد على اتفاقنا ماشي بتصل بعد شوي مرحبا حضرة القاضي لا توخزني إنه أجيت بدون موعد بس الموضوع مهم كتير تفضلي شو الموضوع؟ القضية تبع بكرة يعني قضية محاكمة في صغارس وبكهاز شاهين دقيقة حضرتك محامية مين؟ في صغارس باك والباقية ايه وفيني أعرف لش جاي لهون؟ طيب لو حدا شافك شو رح يصير؟ رح أحكي بصراحة وقل لك شو اللي جابني لهون موكليني بريئين وإنت لازم تطلق صراحهم بقضية بكرة بس هالشي ما بصير لشوف الأطبارة بعدين مين أنت لتقولي شو لازم ساوي؟ تفضلي تعالي برا لحظة شوي فكر بعائلتك لتكوني جاي تهدديني هون عود مكانك كلامي لسه ما خلص فهمت ايه وعنوان البيت ماشي يسلموا ماشي شكرا تصبع لخير شو صار معك؟ اسم القاضي جمال ماشي بعرفه هو زلمي مستقيم وإن إذا ما طلع بإيده يبتزوه أنا متأكد أنه رح يدبروله شي مصيبة يعني إذا هو هلأ ما وقف معه رح يخلصوا عليه؟ صحيح معناتها لازم نفتح عيوننا وإذا لزم الأمر من راقب ولا يطلع الصبح برأيي هذا أحسن شي كتبتلك بالورقة عنوان البيت والمكتب بالإذن الحمد لله على سلامتك تسلم الحمد لله على سلامة بخاطرك الله معك ها عميرين التليفون بالأول رح تسمعني وبعدين بتردع التليفون اه سكر ليش هيك؟ ايه شو بدنا نساوي هلأ ما؟ أنت روح على بيته وأنا على المكتب ماشي خد السيارة وأنا بروح بالتاكسي ماشي انت شوفك رحالك يا خانوم؟ بأي حقق عم تهدديني؟ يا بتتفضلي تطلعي لبرة يا أما بستدعي الشرطة بس اسمح لي شوي ما رح اسمحلك ما فهمت علي؟ يلا منلعي من هون والله إذا شفت هالشغلات رح تغير رأيك أكيد اتركونا انتوا شو بتكون فينا؟ ماما اتركوا بنتي سكتيولانتي وياها الله يخليكم اتركوها بنتي نازلي؟ بابا دع انقذنا بسرعة جمال ترسي اتركوها شو بتغفير ايه 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 اخذوا البنت لا يلا امشي لا تركونا خلص تركوها لك هادية ماما هادية ماما بنتي وك خلاص بق يلا فعرعوا ماما تركوها لك اتركوك بنتي يلا واقفوا لك لوانا أخذي البنت يلا سكتيولي ازكتي تركوني بديماما يا حقيرة ماما هدو البنتي مرة حبطوا تنفرات هلا تقولي شو بتغفيني ماما يلا بسرعة ماما ماما تساعديني ماما تركوني بني ماما ماتوني شو هادية ماما اقولي هشي انتو بشر للشياطيم شو بتكون من مرتك؟ شو بتكون من بنتي؟ نحنا ما بدنا شي منو جمال بك نحنا اللي بدنا يعملنك انت هاد هو العنوان يسلموا ايديك هلو غيس انا قدام بيت القاضي شوف في شي؟ لا هلا ما في شي كله طبيعي ماشي اذا شفت اي شي اتصل فيني بكرة الصبح رح ينعرضوا عليك المتهمين وكمان في ضدهم ادلة قوية بس انت اكيد رح تطلق صراحهم شو هنحكي الفاضي؟ لك في ادلة كيف اندي اطلق صراحهم؟ شو هالجنال هاد؟ والله الشغلة راجعة اليك وبس تخلص المحاكمة رح تاخد بنتك واذا موكليني بكرة ما بيطلعوا براءة او اذا خبرت الشرطة بشي مرح تشوف فينتك بالمرة ماما! 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 صلت تركني ما بدي يعجبتي ماما! امشي! يا لأ! استنى استنى، شو هاد ولا؟ ماما! انت شو ده حلال! بيبشوفكم بالبنت ماما! ما بدي روح معكم! ابسر عفع أيدك ماما! خلص، خلص، مثل ما بدك ملا لعي، مايش عصبت هيك؟ انخل وين أخدني ترجمك؟ شبهات 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 شبهت اه يلا تعيي واقف لا توصو شو بدك تعليقنا مع الشرطة؟ هنشوا خلينا نروح ماما يلا تعي ماما لا تترسي هلأ مصير بنتك بإيدك أنا قلت اللي عندي وعديني ما يصير لشي وقت تنفذ اللي قلتلك علي يلا أستاذ شديلي حالك شوي بل ما حدا يشوفك هيك ريس طلع أربع رجال من البيت وهن كانوا أغضين معهم بنت صغيرة يمكن بنت الغاضي بس ما لح حتى أنا فائت على البيت لك في مرة هون لا ما في غيره ماشي برجع أتصل فيك خلاص هدي حالك أنا مو متل ياللي كانوا هون خلاص لا تخافي خلاص إهدي راح أفكك بنتي خطفوا بنتي بلازم أخبر الشغطة هلأ طولي بالك شوي ما بصير نتصرف هيك طيب مين هدوله لو أين أخدوا لي بنتي أكيد بيكون بدون شي من جوزك لازم أتصل بجمال طالما أنت فهمت علي صار لازم روح بكرة بشوفك بالمحكمة جمال وينك أنت خطفوا بنتي بعرف خلاص إهدي الطمني البنت منيحة مين هدول جمال؟ بس أجي بحكي لك خلاص إهدي ولا تتصلي بالشغطة ماشي؟ هاي مو حميد بيك هاس؟ شو إلي شغل هون؟ إهدي لا تخافي رح ننقذ البنت ماشي يلا أنا جاي لا تتصلي بحدا بالمرة ماشي طولي بالك أنا راجع على البيت خلاص مسافة الطريقة بكون عندك لك وين حطيت المفتاح؟ لك وين حطيت المفتاح؟ خير مين حضرتك؟ لحظة شو بدك مني؟ بدي تشغلي السيارة شبك كأنك ما فهمتي؟ يلا امشي سابت، هاي الليلة عن نظيف مهم يمكن اللي خطفت البنت نفس المحامية اللي شفناها اليوم هيا محامية محامية في سغورس؟ هي بزاتها بالضبط رايح المقر؟ ماشي جايل عندك لك هالمحامية بعرفة بس من وين؟ موسيقى 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 أهلا وسهلا أيمن زعل كتير لأنك ما قدرت تجي طلع عندي شغل شو ساوي أنا بصالح خير شوفي كأنك متدايق لا ما في شي طيب أحكي لازم تقيم هاللهموم من قلبك خليها تظل بقلبي بيكون أحسن أنت كيفك بصيري منيحة إذا حكيت كأنهم كاتيرين زرع شتلاتها المرة بالحقيقة أنا كان جاي على بالي إزرع شي وحد الحليمي منيح بتظل ذكره أوف أوف لك شو هالحالة هي؟ إنو حالة قصدك ما بعرف باين عليك تعبان كتير وأنا عم استناك ما أكلت يلا خلينا ناكل وبعدين ننام ماشي شو لولاد رحوا ناموا؟ استنوك كتير بس نعسوا ناموا لا 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 تعا شوف لي مين هون تعا مين في حضرة الضابط؟ قول مين ما في لك خيري؟ القائمة السوداء تبعنا كلها هون بيكا هاس فيسا غورس سامي أوجار أغلو العمشو طلعت حيه أنت عم تغلط كتير بحقي ورح دفعك تمن هالشي غالي لك أنت خاطفتي بنت صغيرة ومعني غلطاني أنا لما بخطف محامية بكون غلطان؟ عن أنا وبنت عم تحكي أنت؟ كيف ما بتعرفي؟ بنت صغيرة يعني أكبر من الأطفال بشوي وبيكون عمره بين ستة أو سبع سنين ماشي؟ كلام فاضي عم قل لك أنا ما خطفت بنت صغيرة وهلأ لازم تطلعني من هون آه تكرم عيني ولو؟ حضرت الضابط أنا تقطع قلبي عليها خلينا نتركها نتركها خيري منتركها بس إذا ما حكت ما منتركها إلا جسة ميتة وراح نكبها بسبالي كمان لا تضيعي الوقت احكي البنت وينها؟ ها وهي جسابت كمان شو الأخبار؟ خضل عنا صلاة ميت شفت أطلع من عند القاضي بس عم تقول ما لعلقة أنا من وين بعرفك؟ ما بعرف طب أنت بتعرفيني؟ شكلك مو غريب علي آه سابت أنت راح تطالع شجرة العيلة تبعها يمكن مشبهها لشي حدا تاني أكيد مو بتعرفها وهلأ موقتها ما؟ لآخر مرة رح أسألك وين البنت الصغيرة؟ وإلا بأوصك أحكي لشوف أحكي وين البنت الصغيرة؟ خلاص سارة يا أخي قولي خليك لا تتركني هاشت عملي هاي؟ هاي جوين أخذين أخذين أختي؟ يعطوا أختك يا جماعة منهم سارة خلاص أهدا تركوني بتروح لعنت أخي أخي خلاص يا ابنتي خلي أخي كمان يجي معنا لا تتركي هون والله يخليكي أخوكي بيجي بعدين تركوني ما في تأخذوها يلا بنتي خلينا نرو يلا سارة لا تأخذوها شو بتكم فيها؟ يلا بنتي أختي سارة سارة يلا تأخذنا كثير يلا سارة عملكم لا تأخذوها سارة سارة يا أختي سارة تأخذ سارة سارة بعيد انت تتركوا أختي تركوا أختي لك البنتي جرحيت بعدو سرع خدو ثابت من هون سارة تركوني يلا سارة رح أقدك على تفتور يلا بعدو عني تركوني سارة 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 ريس هاي البنت بتكون أختي شو؟ سارة أعمة تقول أختك موسيقى شو هالحكي اللي عم بتقوله أنا ما لي إختك شو عم تقول سابت متأكد بتتذكر لما قعدنا وحكينا همومنا لبعض اي بوقتها بتذكر اني قلتلك انه كان في عندي أخت هديك البنت هاي هي جمال قللي شو صار معاك بدي بنتي الله يخليك لعي اهدي شوي بنتنا رح ترجع صاغ سليم طب بصير هاي خلينا نخبر الشرطة ما بصير نضل ساعة كتير ما فينا نتصل إذا اتصلنا رح يقزوا نازلي شو بتنا نساوي؟ يعني نحنا بدنا نضل ساعة كتير وبيتنا مخطوفة ماشي هي بالمخزن؟ طيب وين المخزن؟ بيكه هاس طلب مني اني اهتم بالموضوع ماشي نحنا جايين اهم انا وصديق لقلي ماشي المخزن بمنطقة سيري غازي منيح خلينا نروح عملت كتير منيح انك رح تساعدينها انا معا بقدر افهم لي كهاز كيف يقدر يساوي هيك؟ انا بدي ماما بدي ماما ماما خالص وليس كتير شو صار لك من الصباح عم تبكي؟ ماما انا بدي ماما تصلت فيني وقالت جاي بس قال جاي مع واحد ومين هاد؟ ما بعرف وما بقى لا توصل لح اتصل بالشباب خليون جوا يتركوني انتوا شو بتكون فيني؟ وقفوا مع بعض وقولوا تشيز 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 رح حط خلفية على كمبيوتري حتى كل ما اشتقتلكم اتفرج عليها وتذكركم نجيب هم؟ تذكرني شو كان تاريخ ميلادك؟ ليش عم تسأل؟ لشاهدة أبرك في جماعة خطف وثابت والبنت صغيرة تعال فرع حتى نحكي حاضر سيدي حكيلي شو صار؟ كنت عرفان رح يصير هيك شي كنت عرفان امشي بدنا نروح يلا طيب قال لي شو صار؟ ولك بحكيليك عالطريق امشي خلصني شو فيه امي؟ ما بعرف بس انتوا ليش فقتوا؟ لأنوا اسمعنا صوت الباب طيب شو القصة؟ خطفوا لي بنتي شو هالحكي؟ كيف صار هيك؟ قالوا لنا إذا خبرتوا الشرطة رح نقزي لكم البنت بس ما عنا حل تاني